ينضم إلينا من واشنطن عمر محمد مراسل غد عمر أين تقف الولايات المتحدة من مفاوضات سد النهضة وهذه الأزمة التي تقف حائلا أمام مصر وسودان وإثيوبيا إذن الولايات المتحدة تفهم جيدا دعيني أقول المطالب السودانية المصرية المشتركة والحقوق المشروعة لكل البلدين في مياه النيل لكن في ذات الوقت هناك ضغوطات كبرى لربما منبعها وسببها الممارسات الأثيوبية على الحدود وأزمة التيجراي وأيضا المبعوث الخاص الذي أرسله بايدن سيناتورك بيس جونز إلى هناك إلى أثيوبيا وقال أن هناك ارتكابات أو أن هناك ممارسات كبيرة تهدد الأمن والسلب على الحدود وتحدث عن ضرورة تحرك دولي يوقف أثيوبيا عند حد معين في ذات الوقت تحدث الوزير بلينكين وهذا جاء من خلال البيان الذي أرسله المتحدث باسم الخارجية نيد برايس وقال أن الولايات المتحدة تدعم السودان وتدعم إيجاد حل سلمي مرضي لجميع الأطراف الولايات المتحدة لربما ستكون طرفا في أي مفاوضات قادمة خاصة بعد المطالب المصرية السودانية المشتركة عمر صحيح هناك مطالب سودانية ومصرية بوساطة ربعية وتكون الولايات المتحدة طرفا منها طيب هل هناك أي مؤشرات أن الولايات المتحدة ستتحرك في هذه القضية المجلس أو الكونغرس الأمريكي هل يعطي لهذه القضية اهتمام اهتمام كبير داخل الكونغرس الأمريكي خاصة إذا ما علمنا أن الجناح الديمقراطي جناح بايدن يتحرك بقوة ضد ممارسات أثيوبية في الداخل الأثيوبي وفيما يتعلق بممارساتها مع جيرانها الولايات المتحدة قد تقرأ أن ما يجري على الحدود هو في محاولة للضغط على جيران أثيوبيا من قبل الحكومة الأثيوبية لكن في ذات الوقت هناك تحرك ديمقراطي جمهوري لدفع أثيوبيا ليس بإجبارها لكن بالقبول بالحلول المنصفة التي تنادي بها كل من السودان ومصر نعم قد نشهد مفاوضات تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفا مساندا فيها للحقوق المائية كما ذكرت المشروع لجميع البلدان وبطبيعة الحال أثيوبيا واحدة من هذه البلدان لكن ليس على حساب البلدان الأخرى هناك من يتفهم في الكونغرس الأمريكي الديمقراطيين خصوصا أن مصر والسودان تتحركان في إطار الحقوق المائية المشروعة في النيل وأن بلد المصاب لا ينبغي له التحرك دون موافقة هذه البلدان ومفاوضات منصفة شكرا جزيلا لك عمر محمد مرسل الغد كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك